السلام عليكم ازايكو جميعا يا رب كلكم اكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض في مطبخ موني بتجهيزات العيد هنعمل طازن كوارا وعكاوب البطاطس في الفرن رائع جدا معانا هنا كوارا وعكاوب اي كمية ولون الازرع ده لون الختم مش بيطلع معانا بطاطس مطقطعة بصل مفروم وبصل صحيح توابل لسلق اللحمة وتوابل للصلصة معلقتين سمنة بلدي وعصير طماطم دلوقتي هنبدأ نشوح الكوارا والعكاوب في سمنة بلدي علشان ان هي تاخد اللون اللي هو المسفر الجميل ده وكمان تاخد طعم السمنة البلدي زي ما حضراتكو شايفين كده هي اخلاص اخدت اللون اللي احنا عايزينه وكمان اخدت طعم السمنة هنشيله مع الجنب ونبدأ في نفس الطاصة دي في البصلية الكبيرة متقطعة ونبدأ ان احنا نشوحها نحط شوية ملح لغاية لما البصلة تتبل معنا هنضيف دلوقتي عصير الطماطم ونحط البهارات بتاعتنا اللي هي عبارة عن ايه هنحط فلفل اسود وكمون وكسبرة نشفة ومعلقة سكر كل حاجة على حسب التزوق دي تقريبا نصف معلقة صغيرة من كل التوابل دي ونقلبهم مع بعض ونغطي عليها ونسيبها ان هي تسبك ونجيب حالة الضغط ونبدأ ان احنا نسلق الكوارئ بتاعتنا نحط عليها فلفل اسود وحبهان وملح ورق لوري ونزود عليها مية سخنة ونسيبها اللي هي تستويت دي حالة ضغط كهرباء بتوهد فيها ساعتين اما بالنسبة للحالة العادية بصراحة انا معرفش تاخد قد ايه بس الكوارئ لازم تستلق في حالة ضغط عشان تستوي وهسلق دلوقتي العكاوي في حالة على جنب لو عايزين تسلقهم مع بعض دي حاجات ترجع لكم بس شربة العكاوي ممكن تتشرب لكن شربة الكوارئ بتبقى صعب قوي هنحط برضو بصرايا وفلفل اسود وورق لوري وحبهان ونسيبها ان هي وطبعا الملح الاخر هنسيبها ان هي تستوي كده الكوارئ والعكاوي استوى معنا الكوارئ في حالة الضغط اخدت ساعتين طبعا البتاجاز تاخد اكتر من كده لكن العكاوي اخدت على البتاجاز حوالي ساعة دلوقتي هنجيب بطاجن ونبدأ نرص فيه بطاطس متقطعة بنفس الطريقة دي ومرص عليها الكوارئ والعكاوي وطبعا خلاص الصلصة جاهزت معانا هنبدأ دلوقتي ان احنا نضيفها للطاجن ونهز الطاجن بالمنظر ده عشان الصلصة توصل لكل اجزاء الطاجن دلوقتي هنجيب معانا شوية من شربة الكوارئ لان طبعا صعب ان احنا نشربها فهنحطها في الطاجن اطعم هنحطها في الطاصة عشان تاخد كل بقية الصلصة اللي موجودة ونضفها للطاجن ونهزه عشان كل الاجزاء يوصل فيها الصوص طبعا مش هنحط توابل خلاص يا كل حاجة في توابلها هندخلها الفرن لغاية لما البطاطس تستوية كل حاجة طبعا مستوية وده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما طلع من الفرن جميل جدا ولذيذ لذيذ 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 يا جماعة اتمنى ان انتو تجربوا ويجبكوا ان شاء الله واذا عجبتكم الوصفة ياريت ان انتو تشتركوا على القناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي واتنسوني في اللايك لايك لايك وشير وتعليقاتكم حلوة وغالفة هنا وشيفة وعدكم سعيد ان شاء الله موسيقى